بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة للغاية عن أهم مرض بيصيب العين وهو ضعف النظر يعني اللي بيستمر مع زيادة العمر والإصابة بمرض خطير اسمه الجولوكوما اللي بيعني بيؤدي إلى في أحيان كتيرة جدا إلى فقدان البصر وده مرض بيصيب حوالي من تمانين لمئة مليون إنسان ده في آخر إحصائية عملوها سنة 2020 حوالي مئة مليون إنسان هنتكلم في الحلقة دي عن إزاي بتحصل الجولوكوما وخطورتها وفي نفس الوقت بعد ما نفهم إزاي بتحصل كيف نتجنبها وإيه هي الأغذية والفيتامينات مكملات الغذائية والأغذية المهمة جدا اللي الواحد لازم طول حياته يستعملها بكسرة علشان يتجنب دائما حدوث الجولوكوما الجولوكوما باختصار بسيط هي وفاة العصب البصري انتهاء حياة العصب البصري تدريجيا ده النسبة الأعام اللي بيسموها الأوبن أنجل جولوكوما جولوكوما الزاوية المفتوحة فيها بيموت العصب البصري تدريجيا في نوع تايم الجولوكوما اسم الكولوصد أنجل جولوكوما أو الأكيوت جولوكوما جولوكوما الحادة وده برضو بتأدي إلى وفاة العصب البصري ولكن فجائيا تلاقي الشخص فجأة فقد يعني النظر بسبب العصب البصري لكن الغالب والأعام هو الأوبن أنجل جولوكوما وهي إيه بقى حكاية كيف يموت العصب البصري ليه عصب عينينا بيفقد قدرته على الحياة تدريجيا لغاية ما ممكن يموت خالص ويفقدنا البصر أولا هذا العصب البصري مهم للرؤية طبعا هو في غاية الأهمية لو بصنا لتركيب العين وشبهناها هنشبهها زي عارفين طبق الدش كده والتلفزيون أو الشاشة وما بينهما السلك الطبق الدش ده هو دعنيك بتستقبل الإشارات الضوئية زي ما هو الدش بيستقبل إشارات الكهرومغناطيسية وبيحولها الكهرباء إشارة كهربية تمشي في السلك زي ما عنيك بتحولها لإشارة كهربية تمشي في العصب البصري وتروح للمخ زي ما بتروح للتلفزيون تترجم إلى صورة تشوفها وعلى فكرة الصورة بتترجم في الأول مقلوبة والمخ هو اللي بيعدلها للشكل المعدول ده بالزبط زي ما بيحصل في الكاميرا أنا ما باجه أصور فيديو بلاقيه عندي بعد كده مقلوب وبأضطر أنا نعدله لو بشرب بيدي الشمال للمين تطلع الشمال والعكس فليه بتحصل الجلوكومة بقى الجلوكومة هي بتحصل لما الضغط جوه العين يزيد إزاي الضغط جوه العين يزيد ربنا خالق العين مجوفة من جوه وعشان ما تنكمش على بعضها وتكون لابس كده في جوها سائل اسمه سائل العين العين هي اللي بتنتج السائل ده وبتنتجه باستمرار بدرجة يعني مستمرة مدى الحياة بيفضل مال العين ومزبط الضغط جوه العين العين لا تنكمش ولا تتمدد طيب إزا الضغط ده زاد إزا إنتاج السائل ده زاد ومعرفناش نصرفه بينفخ العين زي ما كنت بتنفخ كورة كده توصل للحجم الكبير بتاع فيه ضغط من جوه هيفضل ينفخ فيه هينفخ فيه طيب ليه او إمتى الضغط ممكن يزيد الضغط يزيد لما التصريف بتاع السائل ده يقل او ينعدل ربنا سبحانه وتعالى عامل للسائل ده زي ما هو بيتولد بانتظام بيتصرف بانتظام من أمام العين من حتة كده اسمها الترابيكولر مش او الشبكة الترابيكولية حاجة كده سائل غشاء غريب عجيب ياخد المادة الزجاجية اللي جوه العين دي يخرجها بس ويخرجها من غرفة العين الداخلية الغرفة الخارجية وتخرج منه بعد كده للعين تتصرف تدريجيا لما القناة دي او التصريفة ده او المصرف ده يديق او يبوز يبدأ السائل يتراكم فما السائل يتراكم زي ما انت شايف عندك كده يضغط على يمنى العين ويضغط على العين فبدورها تضغط على العصب البصري اللي بيمنع التغذية عن العصب البصري فالعصب البصري يموت تدريجيا ويبدأ المريض يفقد البصر تدريجيا ولو اهملت الحالة ممكن ينعدم البصر تماما كلام ده عارفينه كل الاطباب عارفينه ويمكن ناس كتير اوه عارفين ان العصب البصري بيموت بسبب الجلوكومة والجلوكومة بتيجي بسبب زيادة ضغط العين وضغط العين بيجي بسبب ان الترابيكولر مش دي او الحتة اللي بتصرف دي وبيضوها اطارات المشكلة علي بقى في المرض ده وليه هو مرض صعب كده ومرض يعني مخيف بيخوف اي حد ان ليس له شفاء حتى الان كل اللي بتعمله ان المريض بيروح له الدكتور بيديله اطارات بتساعد في فتح الترابيكولر مش عشان تساعد على تصريف السائل ده وتخفيف الضغط لو ما تعالجش بيتضهور الحالة بسرعة ومعند مرض ده كتير بتضهور تدريجيا حتى برغم انه بقى فيه علاج طيب احنا بنتكلم عن موضوع ده النهار ده القناة دي متخصصة في الابحاث العلمية الجديدة احنا هنتنقل بقى دلوقتي لمكان نشوف فيه يعني قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يعني يعني يعيش هذا العصب البصري ويتغزى وكيف ان ضغط العين العالي ده يمنع عنه الغذاء وازاي احنا وامتى نعرف الكلام ده بحيث ان احنا نمهد الطريق للتدخل في العملية دي وانقاذ عيون المرضى اه هنروح كندا في جامعة منتوريال اه دكتورة اه كبيرة اسمها ادريانا بولو ودي معاها مجموعة بحثية كبيرة جدا وكل تخصصها العيون بتدور فيه موضوع ومش في العيون بس فيه موضوع الجولوكوما هدفها من الحياة انها تجد علاج لهذا المرض الفضيع اللي اسمه الجولوكوما والضعف التدريجي اللي بيعمله في الابصار ده لغاية ما ممكن يضيع البصر خالص الست دي لقيت حاجة محدش كانوا ياخد باله منها خالص لقيت ان العصب بتاع العين ده بيتفرع على الشباكية بيغطي الشباكية من الخلف عشان ينقط منها الاشارات الضوئية ويحولها لكهرباء يوديها للمخ الاعصاب الصغيرة اللي خارجها من العصب البصرة دي محتاجة غزة بيجي لها دم وبيجي لها شعيرات دموية دقيقة جدا لا يكاد يعدو فيها او يعبر فيها الا قرد دم واحدة زي ما انت شايف عندك كده هتلاقي الشعيرات دي يا دوبك بتعدي يا دوبك قرد دم واحدة الشعيرات دي ملفوف حواليها صمام عامل زي القاستك كده يقفل ويفتح عشان يخلي الشعيرات تنقبض وتنبسط عشان تمشي الدم فيها الدم عشان يمشي محتاج الصمام اللي ملفوف حوالين القناة دي والحاجات دي كلها لا ترى مش بقولك بالعين المجردة ده ولا يعني اجدع ميكروسكوب ده جابوا ميكروسكوبات دقيقة جدا لان حجم الحاجات دي بالنانو حجم بالنانو يعني حجم واحد على مليون او الف مليون من المليمتر حاجة دقيقة جدا والعضلة اللي بتقفل وتفتح اللي شنون دي اه يعني صغيرة جدا فكل الدكاترة برضو عارفين ان العضلة دي لما الضغط بيزيد بتقفل وما بتفتحش بالمال الدكتورة دي جابت لنا ايه بقى الجديد اللي هيفتح بقى بعلم كبير قوي قوي في موضوع العيون عرفت ازاي العضلة دي بتقفل وما بتفتحش اجماعة الخلايا وجدوا حديثا ان كل خلايا الجسم بتتفاهم مع بعضها وبتتكلم مع بعضها متوصلة ببعضها يعني ازاي عضلة ايدك الكبيرة قوي دي لما بتنته تشيل بقى ضمبل وتنقبط كده ازاي ملايين الخلايا دي حست بال بالامر ده واخدت الامر نفزتوا كلها مرة واحد لقوا ان في لغة مشتركة وفي قنوات مشتركة في خيوط خيوط بتوصل الخلايا ببعضها فخلايا الحكاية دي متوصلة ببعضها بحيس ان ما يجي الانقباض كله ينقبض مع بعض وكله ينبسط مع بعض فالبرشر او الضغط شيء بعد اللي لقيته الست الرهيبة دي لقيت ان الضغط بتاع العين ده بيكسر وبيكسر القنوات البسيطة دي اكنها شعيرات زجاجية موصلة بين الخلايا بعضها بيتدمرها وبيكسرها طيب يا سيدي عرفنا انها بتتكسر متشكرين على النتيجة دي احنا هنعمل ايه شوف لنا حل بقى قدم لنا حل للبشرية عشان ايه تنفع الحكاية دي معانا قالت لك طيب انا هشوف هي بتتكسر ازاي لقيت ان لما تنقبض لما الضغط يزيد وتنقبض العضلات دي وما ترجعش تفتح تاني بيدخل كمية كمية كبيرة من ايون الكالسي جوه خليل عضلات قالت طيب رحت حقنة جينات معينة الموضوع طبعا دقيق قوي حقنة حاجة معينة تمنع دخول ايون الكالسي ده جوه العضلات رحت العضلات بعد كده بقت تنفتح وتنقبض 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 بالوظيفة الطبيعية بتاعتها وبدأت عم النانو تيوبز دي اللي توصل بين الخلايا وبعضها ترجع تاني تتكون وبدأت العضلات المحيطة بالشعيرات الدموية ترجع تاني تشتغل ويبدأ الدم يخش للعصب تاني ويوقف عملية المسبحة اللي حصلة للعصب البصري ويعود العصب البصري الى قوة فهي بتقدم للبشرية دلوقتي حل هي بتقول انا ما جيبش علاج لان هي استخدمت جين حقنة جين وحاجات يعني متقدمة جدا لكن ما زلنا بنطلبها بقى هي انها تقولنا بقى على دواء يتحط قطرة في العين بحيث ان هو يعني ايه يروح بقى للعضلات الصغيرة اللي مسكها الشعيرات دي ويمنع موضوع دخول الكلسة من كتير ده فيها ويمنع الانقباط بتاعها وحتى لو ضغط العين زاد ما يبوصي عصب العين من سنتين تلاتة سيتي دي اكتشفت اكتشاف تاني رهيب جدا اكتشفت ان الانسولين الانسولين بتاعنا ده اللي بتاع العينين بتاع السكر اللي بيتحقن في البطن ده وفي الرجلة عشان يعني يعني جلوم السكر وانسولين بتاعنا اللي بيفروزوا البنكرياس بيقدر ان هو يعالج الجلوكومة لو عرفنا بطريقة نوصله ان هو يخش من العين يروح على الاماكن دية وي ايه ويحقللنا مشكلة الجلوكومة فاذا هي هي سدي وصلت لحياة كتير اوي وصلت للسبب ولأول مرة واحنا بنعلنها هقول ده كل ده كترة العيون يا جماعة اتعرف السبب اهوت كله ياريت يشوف الفيديو ده ويعرف احنا بنتكلم في ايه وهحطولكو اللينك بتاع البحث ده في المصادر عشان يتطلعوا عليه وتشوفوا الحكاية ايه داني حاجة اكتشفت ان الانسولين اذا وصلناه بطريقة او باخرى للعين ممكن يحللنا مشكلة الجلوكومة دي ولكن الانسولين معظمة ده كترة عارفين ان نمتصاصه من الانسجة صعبة عشان كده يلزم نديه كحؤن بنحقنه نيجي بقى الحاجة مهمة جدا وهي كيف نتفادى حدوث الجلوكومة ما نستناش بقى المصيبة لما تحصل لان البشرية هوا زي ما احنا شايفين لسه مش عارفة تعالجها علاج نهائي شافي يعني كله بيبقى حاجات عشان تفتح القناة اللي مقفولة وتسرب السيل ده والكلام ده فجات مؤسسة ابحاث الجلوكومة طلعت بيان صحفي السنة دي وقالت يعني ايه الحاجات اللي الانسان يزود من في الغذاء بتاعه منها وبحيث ان هو يتفادى حدوث الجلوكومة وهتستغرب لان احنا في الشرق الاوسط معظم العرب سكنين منطقة الشرق الاوسط هاي لقوا الحاجات دي بداهيات عندهم فمثلا بتقول ايه بتاع منظمة الابحاث دي بتاعة العيون دي بتقولك بتعتبر الفواكه الفواكه والخضروات بالذات الخضروات مصادر جيدة لبيتامين سي وبيتامين ايه بيتامين جيم وبيتامين الف بيتامين سي اللي موجود في الفاكهة كلها من اهم الحاجات المضادة للأكسادة اللي فيها آآ مادة اسمها زياكسانسين ومادة اسمها لوتين وهوامل مضادة للأكسادة كتير جدا دي حاجة مهمة اوي اوي للوقاية من البولوكوم فبيقولوا مثلا فيه دراسة عملت على خمسمية اربعة وتمانين امرأة تمام وجدوا ان اولئك الذين تناولوا تلت واجبات او اكتر من الفاكهة تلت واجبات يعني تلت قطع تلت بورتوانيات كبار تلت خصيات صغيرين كده او خصايا جبيرة آآ تلت قطع يعني تلت مرات يأكلوا فاكهة او عصير الفاكهة دي كانوا اقل عرضة بنسبة تسعة وسبعين في المية بالاصابة بالجلوكومة من الناس اللي تناولوا اقل من ايه من وجبة واحدة واحد يقول لي مرة واحدة بورتقانة كل اسبوع ما ينفعش الكلام ده ولا خصايا كل سنة ده ما ينفعش الكلام ده خالص طيب الخضروات الورقية بقى كمان غير الخص والكلام ده لقوا ان الخضروات الورقية يعني يجب التركيز عليها فالمؤسسة دي بتاعت الابحاث العيون دي بتقولك ايه فيه صلة كبيرة جدا بين استهلاك اوراق اللفت والسبانخ وبينها وبين تقليل خطر الاصابة بالجلوكومة يعني ناكل خضار وكلام ده لجانب كمان ها بتقلل بقى خطر الاصابة بالسرطان والتهابات كتير وامراض القلب وكلام ده كل دي حاجات الخضروات دي مفيدة فيها رابع حاجة بقى كمان لقوا ان المكسرات والبزور اللي هي مكسرات كلها بقى نوعها بقى الحاجات المليانة بفيتامين اي اللي هو فيتامين هه فيتامين هه ده مهم للحفاظ على صحة الخلايا بتاعة العين وحمايتها من اضرار الشقوق الحرة والحاجات المؤكسدة والاضرار اللي بتدمر الانسج طيب في اقترح كمان بيقترحوا ايضا تناول اسماك بالذات سمك السلمون وسمك التونة بكسرة دايما بينصح باستخدامهم مرتين في الاسبوع للحصول على الاميجاسري الاميجاسري بصورة طبيعية بدل ما ناخده احنا كاميجاسري كابسولات تاكل سمك التونة وسمك السلمون تجد فيه كمية الاميجاسري اعلى عالية كمان تناول كوب من القهوة اثناء يعني كوباية قهوة كل يوم احنا اعملنا كذا حلقة عن القهوة دي يا جماعة وعن الشاي الخضر فارجو بقى هو كمان جماعة بتوقع العين يعني بيقولون استعملوا القهوة فوجدت دراسة في المجلة البريطانية لطب العيون مجلة لطب العيون ان الاشخاص الذين شربوا كوبا واحدا على الاقل من الشاي الساخن يوميا قللوا من خاطر الاصابة بالجلوكومة بنسبة 74% مفيش حاجة بتقلل 100% ابدا ناريت يا لأسف كل 74 وتسعة وسبعين احنا عوزين حاجة 100% المهم الحمد لله ان في حاجة بتقلل 74% فالشاي الاخضر والقهوة بيقللوا او الشاي الساخن ما قالوش اخضر ولا ها بصراحة بيقللوا بنسبة 74% اا عن الناس اللي ما بتشربش الشاي اخضر كما اقترحت المؤسسة ايضا ان الشوكولاتة والموز والافوكادو وبزور اليقطين بزر اللب الابيض بتاعنا ده يا جماعة والفاصولية السوداء اا اقترحت استخدام الحاجات دي اللي فوائدها الصحية بالنسبة للعين والنظر طيب هل في اقتامة بقى يمكن يتجنبها الاشخاص اللي هم بيعانوا من الجلوكوما طيب بيقولك ايه بقى يجب على الناس اللي هم بيعانوا من الجلوكوما الابتعاد عن الاغذية اللي بتسبب متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة يعني الاغذية اللي بتتخن وبتعمل مقهومة انسلين وبتجيب سكر والكلام ده وبترفع ضغط الدم والحاجات دي يعني ما تجيش بقى تقعد ايه تاكل تدب لك كده في الاكلة مثلا كما الستر غيفة عيش وتروح شارب لك وراهم ست زيز بيبسي من غير يعني بيبسي كده هو بسكر ومش بيبسي فري واو كولة يعني وتروح تدرب لك مش عارف عصير ايه وتروحش جيب لك ايس كريم والحاجات اللي هي الاكل بقى اللي هو بيسموه والحاجات اللي بتتخن ده طيب وكمان برضو ايه ان تزبط السعرات يعني محافظة على وزن مثالي اه تق يعني ما امكن وعملية الحركة والمش اه بحيث ان يعني زود تضافق الدم داخل العين ويمنع اه يمنع او يقلل من تضررات العصر البصري ده اللي عندنا النهاردة بالنسبة للجولكومة وضعف الابصار اه وإلى دقاء خريب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته